السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير على خير اليوم جاءت لكم وصفة عشاء سهلة ومهلة بالأرز تابعوا معي الطريقة والمكونات تال الأخير وما تضبيش الفيديو وكنتمنى لايك البنات المهم كتشدوش مقلة يعني في حال هادي أو شي قاملة على حسب الروز لا تتحرك لكم هنا كتشوفوا عندي سدر ديال الدجاج درت فوق واحد البصلة هات الشياء لكم خفيفة لا زواق ولا نفاق طيب فوق البوطة المهم درت الزيت المهم انا غادي ندير على حسب ربعات الأشخاص وانتوما على حسب الأشخاص اللي عندكم تديروا الكيمية اللي بغيتو درت هنا سدر ديال الدجاج ودرت بصيلة وكبيت زيت زيت البنات ديال السيور وهنا كندير العطرية البنات هنا عندي سميتها عندي هنا البنات تومة غبرة قدروا تديروا تتومة الخرى البنات وهنا البزار المهم من العطرية البنات ستديروا البزار سميته شكين جبير شوية شوية من الحاجة يعني البزار شكين جبير شوية التومة شوية الخرقوم الصفر و هنا البنات المكونات اللي غادي نزيد هنا عدي البزار حبوب البنات هذا الروز يبغي العشوب البنات المعشب يعني كين البزار كين حبوب و قدرت من الغبرة و قدرت من الحبوب البنات وهنا عندي حبات القرونفل و عندي هنا هاسميته القرفة و غادي ندير حبات القرونفل البنات مهم كي يجي هاد الروز صار حزوين البنات غير جربوه و ساهل لأول مرة تصيبوه غادي يستقليها وهنا البنات المكونات اللي هو تعطي واحد لد للروز هي العطرية دي الروز كما كتشوفو انا رديرها هاد اخويتها في القرع و ديرها هنا باش من تنساش عالية كين القرع التي يكونوا في حال في حال في اللون و ما كتعرفيش اشنو هاد من هاد انا قطعت هاد الصورة باش تبقى دائما تفكر هاد ردية الروز و قدرتها فيها هاد هاد العطرية هاد تكون فيها جميع المنسمات دي الروز كما كتشوفو دي الروز موجودة خصوصا هنا في ايطاليا على الباكستان و على الهنود و على العرب يعني على المغاربة ما يبيعوه يبقى على البنات مهم كفكرة باش تنتمو تبقى عقلين على الحوج التي تكونوا تكبوه في القراعي المهم شنو بقي لي هنها يا البنات هنا هنا عندي الكامون البنات سوف ندير مع القدابة جوجات و من بعد سوف ندير كمية اخرى الروز البنات هذا الروز يريد كامون مزيان قد اسميته المكونات المكونات التي تدريد الكامون التي تكفي تدجيز الكامون مع الروز و غزالة البنات تجربوه وهنا عندي شونية الحارة على فكرة هذه العطرية تدريد الروز حارة ثم لكم الاختيار تزيدوا تكشونية الحار لما كنتم تكفيوا غير بالعطرية و هنا البنات كما ترون خارق و قد اسميته فكرني اسميته يا ربي لو شفتوا البنات والله تتتمشي لنا الحضرة اسميته يا ربي المهم نتفكروا نقولوا لكم والبنات المهم ماشي قصبر هذا المعدنوس كارم المهمة لا نقوم بها اسميته كل شيء يابس و كل شيء و عندما ترون البنات سنقلب هذه الجيجات التي يأخذوا تنسيمة العطرية التي تدرت لا تكونوا نهضروا للبنات والله لك تمشي لنا الهضرة كمشي لنا كل شيء وهنا البنات كنزيد الحامض المسير الحامض المسير البنات كيعطي الروز واحد هزوينه و الماضاق عشان نقول لكم جربوا و حكموا الروزكم والملحة البنات راكم معارفين الملحة المقدر ديال القيز ديال الملحة كل واحد و الدوق دياله وهنا كنروي البنات الماء على جهة الروز اللي غادي ندير قلت لكم على حساب ربعات الاشخاص و انتوما القدر اللي بغيتو غا تزيدو الكيمية اللي بغيتو و كما قلت لكم هنا الكامون زيت الكامون على جهة المعالقة اللي درت في الأول درت على حساب الروز ما تقولوا الكامون البناترا غايجي يخيبوا اسميتو غير جربوه بهالطريقة اللي عطيتكم و ربضوا عليه الخبار و اللي وصل هنا ما ينساش اللايك تكتنسوا اللايك بزاف يعني بزاف ديال الناس كي يصادفوا الفيديو ديالي ما عليش اللايك تشجيع لنا يعني ربما غايز ازيدنا شي حاجة اخرى غير تشجيع باش هكا النودو نصورو و نحطو تاني اتشار فيه التاعب ما شاء الخطو حط يعني باش تقدلي فيديو تصوري فيديو وتبقي عليه تتقدلي كل شي اراها شوية صعيبة خصوصة اللي عيان المريض ربما شي واحد دائما صحيح و اللي عندو شي خدما هي cried уж هذا الشي تكون يعني صعيح بلا البنات ولا العديد اللي كي يصادفوا القانوات دياللنا كاننا كنهضر على الناس الذي لو غير اه اللي ما عندهمش القانوات كنهات اما الناس اللي عندهم القانوات راهمت يدخل صعبات لعودنا هذا لكي نتعاونه مع بعضياتنا و هنا زلت البنات كمية اخرى المسيّر حيث يجيزوين يعجبني فاسميته و الروزة البنات نديروا على حساب الافراد المهم كمية البنات تجاج و كل شي سوف نروي الروز سوف نخلط و سوف نقلب كي يأخذ تنسيمة العطرية و كل شي و سوف ندير الماء هذا العمل يجيزوين لكي يبقى لكم الروز كل روزة دائرة على أختها فارقة على أختها و تجيزوين الروز و هنا نسمى البنات تديرها تدير الدجاج أو الحوت تايرة و هنا الخضر كل واحد كيف يهدر نحن نحاول باللغة التي كل شيء يعرفها لا ندخلها لكي تكون فهمها المهم هنا نسمي الروز سوف نقوم بمسخن ومسخن ومسخن بالماء العادي من اسميته من الروبوني سوف نقوم بعمل كمية الماء بنات غير تخبر الروز يعني غير تخبر الروز ونزقه هكته طيب فيه ساف يعني ما نزيد لكتر ولا اقل يعني ارا الفيديو شارح نفسه حتى نقص أوليه ونقص أوليه ونقص أوليه يطيب على المهل ونضيف كمية الماء ونجد الروز موجود يتخبر الروز كامل سوف ننزقه تستطيع أوليه طريقة اعطيها وضعها لا يتعجن على الروز هذا هو اغلاء الروز سوف نقوم بعمل الطريقة لكي يأخذ يدك الففار لا يبقى يطر الففار على الروز كما تعرفون الففار يتغطي شيء حاله يبقى يرجع الففار للطنجرة أو القاملة أو الكسرونة وغطيته وترجع الففار للداخل ونحن لا يريد أن يجب الففار يرجع الففار للطنجرة للروز ويتعجن كما ترون هنا قمت بعمل الكوزينة لكي يمسي الففار كامل ويجب أن يتعجن وفي الناس الذين لديها كثير من الكوزينة لا تتجد شيء بيضة وسميتة تقوم بعملها لديها 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 المهم هذا الشيء الذي كانت البنات وهنا البنات تحليد على طعب كما ترونه لا تخافوا من هذا الكاغط أو الكارتة أو كل واحدة كل الكوزينة لا تخافوا منه أنتم لا ترونه البنات قمت بعمل الكاغط والروز كتشوفون شف عندي أنتم راح بقي سخون أشرب كامل كما كتشوفوها هو بقي سخون البنات شفتوا لديها برد واحد شوية باش هكي تتماسك مع بعض اياته ونقدمه صحة وراحة المهمة البنات هذا هو الفيديو اليوم دخلتكم معي للكوزينة لا تنسوش اللايك والدعم لكم الناس اللي يصادفوا القناة لنا نشكرهم وكن نشكرهم بزب 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 غير هي لا ينسوش لنا اللايك ويكملوا على أجر لهم باش هكا تدعمونا ونبقوا نحطوا الجديد دائما وتنتشر القناة لنا المهم القناة كما تشوفو راح ماشي قناة اللي هي خيبة واللازميتو اراها في المستوى وهنا وصلنا لنهاية الفيديو كما تشوفو الرزب ملء احسن البنات تخليوا شوية يرتاح وعاد باش تبدو تاكلوا فيه كيجي الديد وزوين البنات المهمة بصحة ورحة الجميع واجربوه وردو علي الخبار ونخليكم الى اللقاء الى فيديو الجاي ان شاء الله فينا بلاسة لو اعلمت مع الجوالات ولا مع الطبخ يا الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة